هنروح للأخبار ونبدأ معاكم بآخر الأخبار اللي موجودة في الساحة العالمية أول خبر بيقول إن سامي الجابر بين 13 نجم يختارون جوائز الأفضل في العالم طبعا الخبر الثاني وهو خبر الشيخ سلمان إبراهيم الخليفة بيعلق على مشاركة المنتخبات الأسيوية في المونديال كانت مرضية ده تعليق طبعا على مشاركة المنتخبات المشاركة في كأس العالم كونوا رئيس للاتحاد الأسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان إبراهيم الخليفة أما الفيفا يعلن تعديلا في نظام اختيار أفضل لاعب في العالم يعني هنشوف أكيد الفيفا زي ما احنا قلنا إن اختاروا 13 نجم بينهم الكابتن سامي الجابر وبالتالي الفيفا أعلن عن نظام اختيار أفضل لاعب في العالم وحصل تعديل فيه أما الصراع على أفضل لاعب في المونديال هو صراع سداسي ست لعبيم بيتنفسوا على أفضل لاعب في كأس العالم مع نجمنا الكابتن أحمد بلال هنتوقع أو هنقول لحضراتكم مين هو أقرب لاعب ممكن يفوز أو رأيه عن أفضل لاعب فيه كأس العالم روسيا 2018 أما مسجد موسكو الكبير استقطب زائري المونديال هنتكلم أكيد على ده زي ما حضراتكم شايفين أن مسجد موسكو الكبير زي ما احنا شايفين مبنى عملاق وبالتالي حاطة كبيرة جدا من الجمهور المتواجد مش الجمهور الروسي بس ده جمهور من جميع الجنسيات المتواجد في موسكو أما ماتيوس وتعليقه على نمار أنه نمار ليس بحاجة إلى التمثيل في المبالغة في السقوط موضوع نمار ده شاغل بال العالم كله بدأ الصحف العالمية أن هي يعني تستهزأ من نمار بعد ما أي حد بيلمسه بيتم بقى إيه يعني بيبالغ جدا جدا في التمثيل وفي الإصابة وفي الآخر مش بيكون فيه تدخل من اللاعب بأي شيء فهنا حصل تعليق من ماتيوس انتقد سلوك نمار في المونديال يعني ماتيوس كان ليه لوثور ماتيوس كان ليه تعليقين أول تعليق بيقول أن نمار بيبالغ فيه التمثيل في الإصابة وأيضا أنه بينتقد سلوكه في المونديال لكن ما فيه شك من نمار واحد من أفضل اللعيبة اللي موجودة في العالم وأكيد هينافس بقوة على أفضل لاعب في المونديال الصحف الألمانية تطالب خواكيم لوف بالإصلاح بعد إخفاق المونديال خواكيم لوف يعني بدأ مع المنتخب الألماني من تحت من مساعد مدرب لمدرب عام لمدير فني وبالتالي هو أخذ السلم من أوله لحد ما وصل لمدير فني حقق إنجازات مع المنتخب الألماني أبرزه من بطول كأس العالم وأيضا كأس القرارات الأخير بأصف التاني للمنتخب الألماني هنشوف بقى الصحف الألمانية ورد فعلي خواكيم لوف في العام الجاية أي الخطة اللي ممكن خواكيم لوف يقدمها للاتحاد الألماني إلى عودة الكرة الألمانية من جديد عقد خواكيم لوف بينتهي في أو بعد يورو 2020 وموقعة كولومبيا تسجل رقما مميزا في بريطانيا 24 مليون 400 ألف بريطاني شاهدوا مباراة أمس ما بين كولومبيا وما بين إنجلترا واللي انتهت بركلات الجزاء 4-3 لصالح المنتخب الإنجليزي بعد التعادل الإيجابي 1-1 كولومبيا أحرضت هدف التعادل في آخر دقائق من المباراة وسائل الإعلام في كولومبيا تنضي بالحظ بعد الخروج الدرامي لمنتخب بلدها كولومبيا المباراة راحت وجت راحت بعد ما إنجلترا أحرضت هدفها الأول جت بعد إحراز ياري مينا الهدف القاتل في الوقت بدل ضايع من عمر المباراة في الشوت الثاني وبالتالي راحوا لرقلات الترجيح لكن إنجلترا بتفك العقدة بالفوز على كولومبيا إنجلترا ما فازتش في ولا مباراة بضربات الجزاء من كأس العالم إيطاليا 1990 لما خسرت من ألمانيا 4-3 ودي نفس النتيجة إنجلترا فازت بها على كولومبيا في راقلات الجزاء فإنجلترا بعد حوالي 28 سنة يعني زي مصر بالضبط بتفك العقدة بعد 28 سنة بتفك عقدة ضربات الجزاء أما ماردونا كولومبيا تعرضت لسرقة ضخمة في مباراةها أمام إنجلترا كالعادة ماردونا تصريحاته المثيرة للجدل فلازم يصرح ويتكلم طبعا كولومبيا يعني أرجنتين كلهم أمريكا لاتينية وبالتالي ماردونا كان متعاطف مع كولومبيا أما جارس ساوث جيت فوز إنجلترا برقلات الترجيح في المونديال هو بمثابة إطلاق صراحة الكرة الإنجليزية وده كان تعليقه على النقطة اللي بيكلم حضراتكم عليها وهاجي لقصة خاصة بساوث جيت لما نروح لحكاوة المونديال فالكاو واسبينا أسفان لخروج كولومبيا من المونديال من بوابط رقلات الترجيح وبيكفورج وداير باطلا إنجلترا أمام كولومبيا يحتفيان بتأهل الإنجليز التاريخي إلى ربع نهائي المونديال والأمير ويليام ورئيسة وزراء بريطانيا يهني آم إنجلترا على بلغيها ربع نهائي المونديال لكن طبعا إنجاز كبير جدا إنجلترا من فترة بعيدة ما وصلتش لمرحلة ربع النهائي في مونديال كأس العالم وبالتالي طبعا إنجاز لساوث جيت ولعبي منتخب إنجلترا أما بيكلمان يترك الباب مفتوحا أمام الاحتمالات بشأن مستقبله مع كولومبيا بيكلمان المدرب الأرجنتيني المدير الفني لمنتخب كولومبيا وياري مينا لاعب باشلونة ومنتخب كولومبيا أشعر بالفخر بما قدمناه في المونديال للأسف كل الظروف كانت ضد كولومبيا من بداية المونديال من أول مباراة اليابان اللي تم ترضي لاعب فيها في بداية المباراة واحدة صبرك للجزاء وخصارة أمام اليابان إلى خروجهم أيضا بضربات الجزاء من المونديال وأما جوزي مورينيو ينتقد هاري ماجواير في مباراة كولومبيا مورينيو مدير فني طبعا منشستر يونايتد وبالتالي كالعادة يعني بينتقد هاري ماجواير في مباراة كولومبيا وتهديدات بالقتل للاعبي منتخب كولومبيا استهدفت ماتيوس أوريبي وكارلوس باكا مش غريب على كولومبيا أن يتم فيها تهديد بالقتل لو نفتكر كسل عالم 94 حصل فيها حالة مشابهة أن لاعب أحرز هذا في مرمى وبالفعل تلقى تهديدات بالقتل وبعدها تم قتله بالفعل في كولومبيا كولومبيا متعصبين جدا جدا لكرة القدم أما سياسة أورجوي الدفاعية تضع ديشامب في حيرة أقوى خط دفاع أمام أقوى خط هجوم أو من أقوى الخطوط الهجومية في المونديال فرنسا أمام أورجوي أورجوي دخل فيها هدف واحد فقط خيمينيز وجودين من أقوى قلبي الدفاع فيها البطولة لكن أورجوي عندها مشكلة في الهجوم هو غياب دينسون كافاني اللي احتمال بشكل كبير يغيب عن مواجهة فرنسا أما فرنسا نتكلم في مبابي في جريزمن في بوكبا في جيرو في متودي مش هيلعب لكن هيبقى موجود أكيد ما كانوا عثمان دامبلي لو موجود فبالتالي خيارات هجومية كتيرة جدا لي منتخب فرنسا ومدارب أورجوي يستقر على كريستيان ستواني بديلا لكافاني كنت لسه بقول لحضراتكم أن كافاني رسميا هيغيب عن لقاء فرنسا وكريستيان ستواني اللي أمام حضراتكم هيكون بديلا لكافاني أما إيتور كارانكا لاعب ريال مدريد السابق مرشح لتدريب أسبانيا كده أنا أكيد فاكرين كارانكا نجم ريال مدريد لما كان بيلعب كان مختلف عن الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده لكن هو حاليا مرشح لتدريب منتخب أسبانيا خلفا لفرناندو هيرو نجم ريال مدريد أيضا السابق والمدرب السابق لمنتخب أسبانيا وكلينسمن يقترب من تدريب اليابان اليابان سمعنا كلام كتير على أن رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب وكلينسمن مرشحين لتدريب منتخب اليابان لكن كلينسمن أكيد للمدرسة الألمانية طبعا يعني فيها النظام فيها قرب من المدرسة اليابانية وبالتالي كلينسمن بعد المستوى اللي شفناه لمنتخب الياباني أعتقد أنهما في حالة من التطوير في يعني مش تطوير في تقصير منهم لا ده بالعكس ده هما محتاجين أن على التقلق اللي عندهم ده مدير فني يطور أكتر من أداءهم وكمان ممكن يكون عندهم يعني في الكأس العالم القادم أو النسخات اللي جاية لا ممكن ينفسه وبقوة على لقب كأس العالم فضل النظام اللي متابع في دولة اليابان والبرازيل تتجاهل الاتهامات الموجهة لنمار اتهامات كتيرة جدا موجهة لنمار بعد التمثيل اللي احنا بنشوفه على طول بعد ما أي حد يلمسه بيمثل بطريقة غريبة جدا بتستفز الخصم وبتعمل نوع من أنواع المشاكل مبين اللعيبة وحكم المباراة والناس طلبت أن حكم المباراة لازم يكون حاسم أكتر من كده علشان يحمي حقوق اللعب وروبيرتو مارتينيز يجهز خطة استثنائية لمواجهة البرازيل وروبيرتو مارتينيز المدير الفني الأسباني لمنتخب بلجيكا عنده مواجهة قوية جدا أمام المنتخب البرازيل يترى مين هيفوز في المباراة باولينيو يغيب عن تدريبات المنتخب البرازيلي في سوتي سوتي هي المدينة الموجود فيها منتخب البرازيل وبيستعد فيها لمنتخب بلجيكا أما فينسنت كومباني كابتن منشستر سيتي ولاعب المنتخب البلجيكي هناك طريقة لإذاء البرازيل كومباني عنيف حتى في تصرحاته مش بس في طريق لعبه وبالتالي بيقول هناك طريقة لإذاء مش مثلا طريقة لإيقاف يستخدم أي مصطلح لكن إذاء المنتخب البرازيل كوستا يعود لتدريبات البرازيل قبل موجهة بلجيكا دوجلس كوستا ومارسلو يعودان من الإصابة حتى يلحقوا بالمنتخب البرازيلي في موجهة بلجيكا وجوران أريكسون المدارب السابق لمنتخب إنجلترا توقع تأهل السويد نشوف منتخب السويد عنده مباراة قوية أمام المنتخب الإنجليزي أريكسون هو أيضا سويد الجنسية لكن مدير فني سابق للمنتخب الإنجليزي وخبرته بيقول إن منتخب السويد هو الأقرب لتأهل على حساب المنتخب الإنجليزي لكني أشك في التوقع ده يا أريكسون الاتحاد السويسري يبدأ تمسكه بفلاديمير بيتوكوفيتش رغم الخروج من المونديال يعني منتخب سويسرا قد أداء مشرف وبالتالي أنا شايف من الإضاحة بمدير فني واستقطاب مدير فني آخر هو مضيع للوقت ولا بد من الاستقرار في أي منتخب في العالم سويسرا ما كانش هامل إنجاز أكتر من اللي هو عامل وصوله لدور 16 مع أقل 16 منتخب في العالم لكأس العالم أما أليكسوندر جولوفين الآن واثقون من التأهل لنهائي كأس العالم هنشوف هل يستطيع أليكسوندر جولوفين الوصول بمنتخبه إلى نهائي كأس العالم ولا لا وزاجوف لاعب المنتخب الروسي واصل الغياب عن تدريبات روسيا يعني روسيا أكيد عندها مباراة قوية جدا أما منتخب كرواتيا مباراة صعبة لكل متوقع كرواتيا لكن مع روسيا وكأس العالم لا يوجد توقعات التوقع بعد نهاية المباراة وبعد من نتيجة بان شوفنا أسبانيا وروسيا الاستحواذ كان في صالح المنتخب الأسبانيا لكن روسيا عرفت تجور المنتخب أسبانيا لضربات الجزاء وإحنا عارفين كلنا إن روسيا لو فضل تلعب قدام أسبانيا ثلاثة أيام متواصلين ما كانش روسيا هتقدر تكسب أسبانيا غير بالطريقة اللي هم فضلوها وهي ركلات الجزاء وفابيان دلف يعود إلى روسيا لاستقبال تفلو الثالث ظاهرة في كأس العالم على فكرة موضوع إن تأدير المدربين للاعبيها لما بيكون عندهم ظروف عائلية حصلت مع منتخب الدينمورك حصلت مع فابيان دلف إنه الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي سمح له بأجازة علشان يسافر إلى إنجلترا علشان أكيد يسوف طفله ويكون في استقباله حدث مهم جدا لكن ده بيحصل برا لكن ما ينفعش مع اللاعب المصري ما ينفعش مع منتالتي اللاعب المصري وبالتالي يعني لما يكون فيه مواقف مشابهة هنقول ما هم برا بيعملوا كده لأ هم برا بيعملوا كده عشان الناس المنتالتي الباعتها ما عندهمش مشكلة إنه هم ياخد يوم لحدث معين ويرجع تاني فهو عارف النظام اللي ماشي عليه ده مش هيأثر على النظام المتبع لكن في مصر لو ده حصل اللاعب المصري هيفك فعشان كده فيه اختلاف بين السيستم اللاعب الأوروبي أو اللاعب العالمي وأيضا اللاعب المصري والشكوك كبيرة حول الحق كفاني بمباراة فرنسا زي ما احنا قلنا إنه خلاص كفاني هيغيب رسميا عن مباراة فرنسا وطبعا قوة ضاربة وكيد طبعا حظ ديشامب كبير جدا فيه غياب دينسين كفاني فران وأمتيتي أكيد هيكون مريحين أكتر من الضغط اللي هيكون عليهم أو اللي كان عليه قبل ما يتم الإعلان رسميا عن غياب دينسون كفاني نجم البي اتجي ونجم المنتخب الارجوياني وأخيرا جولوفين مباراة كرواتيا أسهل من أسبانيا أنا أشك في التصريح ده طبعا تصريح الغرض منه أنه بيرفع الروح المعنوية للمنتخب الروسي وأيضا يعني عايز أقول أنه بيهمد المنتخب الكرواتي لكن منتخب كرواتيا مع دلتش طبعا المدير الفني وراكتيتش ومودريتش وابرزيتش ومنزوكيتش وكل عائلة فيتش موجودين مع كرواتيا استعدادا للقاء المنتخب الروسي